احنا الجيل اللي كان حلمه هو انه يهاجر احنا الجيل اللي كان دايما بيشوف انه الملاز مش بس الوحيد لكن الملاز الحقيقي والواقعي للهروب من كل مشاكلك اللي كانت تبقى موجودة وانت تطالف في الجامعة وبتحلم وبتتخرج وبتخاف احلامك دي تتهد او تتعقد او لا تتحقق يبقى تاخد بعضك وتسيب البلد تطلع بقى تروح امريكا تروح استراليا تطلع تهاجر في اوروبا الى اخيره احنا الجيل اللي كان شايف انه مفيش مستقبل تحت اي ظرف من الظروف للبلد وكنا نقول انسى عارفين انتوا الاعلان الشغير بتاع انسى يا عمر احنا الجيل بتاع انسى يا عمر انا اظن بل واعتقد بل يا لدي يقين انه الجيل الجديد الصغير اللي موجود دلوقتي اعدادي وسنوي وهم في الجامعة واحلامهم بتتكون علشان يحولوها الحقيقة هيبقوا شايفين انه الملازل حقيقي ليهم هو وجودهم جوه البلد وهيبقوا شايفين انه تحقيق احلامهم جوه البلد ليه يا عم يوسف اقولك بمنطقة البساطة مش بس علشان البلد حقيقي اتغيرت ومش بس علشان حقيقي البلد اتحركت ومش هقولك قاطرة الاقتصاد بل خليني بدون مبالغة اقولك هو مكوك فضائي اقتصادي دون مبالغة واحدة تذكر هتقولي لا يا بلكش كلام بقى وانتو اسلكه هتطبله واسلكه هتعمله انا مبارح قلتلك تعالي نقعد نفكر مع بعض في عنوان عنوان كيثير لدي استفزاز واستياء شديد بتاع رئيس السيسي عمل ايه المصر عمل ايه البلد ومبارح قعدت نقنقت معاك ولو صح الكلام وكل اللي اقدر اقولهولك انه هو طول الوقت طول الوقت كانت الامال المعقودة على رؤية وارادة الرئيس وامر ربنا سبحانه وتعالى مفيش خلافه بما شئته عمرها ما خيبت ولا مرة خيبت بل بالعكس خيبت التشكيك ابقى صالح معاك اكتر انا واحد من الناس مؤمن جدا بتلاتين ستة مؤمن جدا بالرئيس وجيت في فترة بدأت هتهز هو ايه اللي بيحصل خفت اللقت الله التعويم شعرف ايه ايه اللي بيحصل خفت جدا جدا لدرجة غير مسبوقة في حياتي انا ادعي ان انا شخص ما بيخافش خالص اخاف على لكن ما خافش من اخاف على مراتي وعيالي وامي واختي حاجات كده يعني لكن انا ما خافش مش يعني ان انا ما جبت الديب من ديل ولا انا الاسد اطلاقا انا سايبها دايما على ربنا سبحانه وتعالى فاقولك ما فيش مشكلة كل حاجة هتعدي بس لقت وقظم زي ناس على ما يبدو انه قلقنا ده هو اللي خاب لانه الامال المعقودة تاني على رؤية الرئيس وعلى قراته خيبت توقعات المتشككين اللي انا كنت واحد منهم على الاقل في 2016 مثلا يعني والحقيقة ان السواد الاعظم من هذا الوطن من هؤلاء المواطنين ما شكوش زي ما شكنا وخد بالك دايما المتشككين اللي زي حالتنا دول بنبقى شايفين نفسنا احنا فاهمين احنا عارفين احنا قريين احنا دارسين كلام من ده ماشي الحياة عدت الدنيا ولقينا ان كل الخطوات واخدانة من الافضل الى الابهى مش للافضل منه الابهى وعدت الدنيا والدولار اللي كان نط نط ما فيه خبط في السماء وصل في السوق السوداء لتسعتاشر جنيه نزل لحد ما وصل لو حضراتكم تتذكروا لخمستاشر ونص لحد ما جات الكورونا لو ما كانش فيه كورونا كان نزل اكتر من كده كمان وكان وصل للتلاتاشر كان ممكن وإحنا وقفين كده يبقى الدولار ده وصل تلاتاشر و تلاتاشر إلا خلصنا من الكورونا وقلنا خلاص الحمد لله الدنيا هتبدأ تزبط جات الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير بس بالمناسبة بس بالمناسبة حتى الكورونا وهي بتعصف بالاقتصاد العالمي مصر برضو وقفت فضلت وقف على رجليها من معدلات نمو كانت في 2014 تحت الصفر مصر طلعت لحد في بعض الأرباع الاقتصادية للأعوام المالية لحد التمانية في المائة وكان المتوسط العام 5 و 6 من 10 بالمناسبة ماشي جات الكورونا خلصت على اقتصاديات في العالم خلصت على اقتصاديات في اقتصاديات كبيرة في منطقتنا لو صح تعبير يعني الأمريكان كده الشرق الأوسط الكبير دول مش يتكعبلوا في الكورونا دول غرزوا في الرمال المتحرك أمريكا نفسها كانت بيتكاكي أوروبا قالت لك يانهر بيض على رأي متحة شلبي ومصر ساعتها ما رجعتش لقدر الله للصفر رجعت 2% بقيت 3 و 6 من 10 واتحسبت إنها واحدة من أكتر الاقتصاديات استقرارا وقدر على النمو من ضمن أكبر أربع اقتصاديات في هذه المرحلة تحديدا علشان أنا لا ليا في المبالغة ولا ليا في الكلام اللي عطاير طيب قلني خلاص الكورونا تبدأ بقى خلاص بتنتهي تنحسر والحمد لله الدنيا مشي معنا في كويس العالم كل بدأ يعقد الأمال هبا جت الحرب فرح تواخد أمال العالم اقتصاديا واتحدفت الورد